اشتركوا في القناة ولكن كعادتنا دائما نبدأ بمراجعة سابقة للدرس السابق وما بعد ذلك نستعرض درسنا أخذنا في الدرس السابق وهو تكمله للاتحاد الأوروبي في خصائصه الطبيعية مساحة الاتحاد الأوروبي فاستذكار للمعلومات كم تبلغ مساحة الاتحاد الأوروبي كم تبلغ مساحة الاتحاد الأوروبي كما ذكرناها في الدرس السابق يمتد الاتحاد الأوروبي على مساحة تزيد على 4.475.000 كم مربع بعد ذلك تطرقنا في موضوعنا السابق لأشكال سطح الاتحاد الأوروبي فاصف سطح الاتحاد الأوروبي وكنا قد عرضنا تقسيمات له فالقسم الأول تناولنا فيه السلاسل الجبلية مثال جبال الألب وفيها أعلى قمة وهي جبل مونت بلانك ثم بعد ذلك تطرقنا بالحديث إلى السهول ولسيما في الشمال الشرقي حيث السهل الأوروبي العظيم بعد ذلك انتقلنا إلى التلال والهضاب تمتد جنوبي غربي أيرلندا وفي بلجيكا وفرنسا ثم بعد ذلك ذكرنا البحيرات ولكن لم يتم إضافتها فالآن نضيفها البحيرات وذكرناها في الدرس السابق في كل من فنلندا والسويد حيث أكبر بحيرة في أوروبا الجزء الخامس الأنهار واخذنا أطول نهر في الاتحاد الأوروبي وعرفناه بأنه نهر الدانوب الذي ينبع من ألمانيا ويجتاز دول الاتحاد بمسافة تزيد على ألف وستمائة كيلومتر بعد ذلك تكلمنا كذلك عن الأقاليم النباتية الأربعة حيث قصمناها إلى أربعة أقسام رئيسة فعدد الأقاليم النباتية الأربعة في الاتحاد الأوروبي تناولنا أقليم غابات البحر المتوسط أقليم الغابات الصنوبرية وكذلك أقليم الغابات النفضية ورابعا أقليم التندرة هذا ما يتعلق بالدرس السابق الآن نستكمل في الوحدة الخامسة القوى العالمية وفي الدرس الثامن عشر الاتحاد الأوروبي القسم الثالث من درسنا وهو تابع للاتحاد الأوروبي فنبدأ في هذا الدرس سوف نتناول محورين رئيسيين الخصائص البشرية للاتحاد الأوروبي رقب 2 الاقتصاد في هذا الدرس مهم أن يحقق الطلبة ذكر عدد سكان الاتحاد الأوروبي سنة 2017 ميلادي رقب 2 تعليل النمو البطيء لسكان الاتحاد الأوروبي مقارنة بسكان العالم ثلاثة تحديد موقع الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقل سكانا على الخريطة رقم 4 تحليل اعتبار الاتحاد الأوروبي من أنجح وأكبر وأول التكتلات الاقتصادية رقم 5 تعداد السلع المصنعة في الاتحاد الأوروبي هنا تساؤل مقسم إلى قسمين القسم الأول بما نتكلم عن الاتحاد الأوروبي وسبق وأخذنا عدد الدول المنضمة للاتحاد الأوروبي وذكرنا أن عددها تقريبا 28 دولة أوروبية نريد أن نعرف اللغة السائدة في الاتحاد الأوروبي ما هي اللغة السائدة التي تسود الاتحاد الأوروبي هذا التساؤل أو السؤال الأول لابد أن يثير تفكيرنا ما هي اللغات الموجودة في الاتحاد الأوروبي ما هي اللغة التي تعتبر سائدة فنعرفها بإذن الله من خلال استعراض الدرس رقم 2 من هي أكثر الشعوب المتعلمة في العالم يهمنا كذلك أن نعرف من أنواع الشعوب هناك شعوب تعتبر متعلمة بدرجة عالية وبنسبة مرتفعة كذلك سوف نعرفها أكثر من خلال استعراض الدرس سؤال عريض كم يبلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبي ككل في سنة 2017 ميلادي لو تناولنا الخصائص البشرية في الاتحاد الأوروبي نلاحظ أنه يبلغ تعداد سكان الاتحاد الأوروبي في عام 2017 ميلادي 520 مليون نسمة 520 مليون نسمة يبلغ عفوا ويبلغ معدل الكثافة في الكيلومتر الواحد 114 نسمة بمعنى في الكيلومتر الواحد يوجد فيه 1014 شخص ومع ذلك ترتفع الكثافة السكانية لتبلغ أقصاها بـ 300 نسمة أي بمعنى 300 شخص لكل متر في بعض الدول الموجود لدينا الآن في المحتوى ثلاث دول رئيسة رئيسة هي المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا في هذه الجزئية عرفنا العدد الإجمالي لسكان الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ عددهم 520 مليون نسمة وفق تعداد عام 2017 ميلادي بعد ذلك عرفنا الكثافة السكانية أين ترتكز فقلنا عادة تكون 114 نسمة لكل كيلو متر ومع ذلك ترتفع هذه الكثافة السكانية لتبلغ 300 نسمة لكل كيلو متر في بعض الدول حددناها بثلاث دول رئيسة منها المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا إذن في الجزئية الأولى من درسنا اليوم تكلمنا عن الكثافة السكانية وعرفنا عدد السكان في الاتحاد الأوروبي استرجاع بسيط سمي الدول التي فيها الكثافة السكانية حيث يبلغ أقصاها 300 نسمة لكل كيلو متر بمعنى 300 شخص لكل كيلو متر حددناها قبل قليل بثلاث دول رئيسية نختبر ذاكرتنا أعطي فرصة بسيطة ثم نجيب هي المملكة المتحدة كما ذكرنا سالفا وفرنسا وبلجيكا بعد ذلك ننتقل إلى الخصائص البشرية للاتحاد الأوروبي ما زلنا في هذا الموضوع نتكلم عن الخصائص البشرية نلاحظ يشهد سكان الاتحاد الأوروبي نموا بطيئا مقارنة بسكان العالم هذا ناتج لسببين رئيسيين أولا تحديد النسل وثانيا تأخر سن الزواج هذه الملاحظة وهذه المشكلة تظهر لنا إن شاء الله في درس من الدروس القادمة فأكيد بإذن الله تعالى سوف نستحضر الاتحاد الأوروبي في هذه النقطة لما نقول يشهد الاتحاد الأوروبي نموا بطيئا مقارنة بسكان العالم هو ناتج لسببين تحديد النسل وتأخر سن الزواج ويتوقع أن تشهد كثيرا من البلدان انخفاضا في أعداد سكانها في العقود القادمة انتبهوا معي لكن يمكن أن يعوض هذا النقص هو سوف يأتي نقص كما يتوقعون والله أعلم ولكن سوف يتم تعويض هذا النقص بانضمام دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في غضون السنوات العشرين المقبلة التي قد تسهم في تحسينات التنمية البشرية خصوصا مع نسبة الشيخوخة الشيخوخة العالية في القارة العجوز طبعا القارة العجوز يقصد بها قارة أوروبا وهو لقبها تلقب بالقارة العجوز تعددت الأسباب في ذكر هذا اللقب ما هو سببه طبعا من باب الذكر وليس حصرها في أسباب معينة يقال تلقب بالقارة العجوز قارة أوروبا لقدمها التاريخي لأنها تعتبر كذلك من قارات العالم القديم فهي قارة قديمة جدا فلذلك تسمى باسم القارة العجوز ويقال كذلك بسبب أن كثير من سكانها بلغوا سن الشيخوخة وكبار في السن فلذلك يطلق عليها القارة العجوز كما ذكرت هو على سبيل المثال وليس الحصر فهذا ما يتعلق بلقب القارة كما تلقب بالقارة العجوز وهي قارة أوروبا الآن اختبار ذهني بمبسط عللي أو علل يشهد سكان الاتحاد الأوروبي نموا بطيئا مقارنة سكان العالم وحددناها بنقطتين وذكرت في درس قادم بإذن الله في الدروس القادمة سوف نتناول نفس هذه المشكلة في إحدى الدول كما ذكرناها قبل قليل تحديد النسل وتأخر سن الزواج كذلك لدينا فقرة أخرى عبارة بين قوسين يتوقع أن تشهد كثير من البلدان طبعا بين قوسين في الشرطتين الاعتراضيتين الاتحاد الأوروبي نقصدها بلدان الاتحاد الأوروبي انخفاضا في أعداد سكانها في العقود القادمة ما هو سببه؟ كيف من الممكن تأوض هذا النقص ذكرناه لما تناولنا شرح جزئية معينة للخصائص البشرية قلنا يتوقع أن تشهد كثير من البلدان انخفاضا في أعداد سكانها في العقود القادمة ولفظ العقود بمفردها عقد والعقد هو عشر سنوات فعقود قصدهم في العشرات السنين القادمة فالعقد هو عشر سنوات وهنا لدينا في العبارة عقود بمعناها عشرات السنين كيف من الممكن تعويض هذا النقص ذكرنا أنه ممكن أن يعوض من خلال بانضمام دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في غضون السنوات العشرين المقبلة التي قد تسهم في تحسينات التنمية البشرية كما نعرف الآن عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 28 دولة ممكن أن تضاف دول في السنوات العشرين المقبلة كي تزيد نسبة السكان فيها ولا يكون هناك انخفاض في العدد بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بجزئية ثالثة للخصائص البشرية إذن فيما سبق استعرضنا عدد السكان استعرضنا كذلك نقاط مهمة فيما يتعلق ب سبب انخفاض عدد السكان بنسبة دول العالم كيف يتم معالجة هذا الانخفاض الآن نتكلم عن نقطة مهمة وهي أن الدولة العضو التي هي أكثر سكانا في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا عدد سكانها أكثر من ثمانين مليون نسمة إذن لما نريد أن نعرف اسم الدولة التي عدد سكانها في الاتحاد الأوروبي كأكثر هي ألمانيا بثمانين مليون نسمة ونأخذ العكس تماما في حين أن أقل دولة سكانا هي مالطة بأقل من نصف مليون نسمة هي ليست أقل فقط من ناحية السكان كذلك هي تعتبر أقل الدول العالم مساحة فمساحتها صغيرة جدا فأرجع سبب أنها أقل دول سكانا في مالطة بأقل من نصف مليون نسمة السبب راجع للمستوى المعيشي المنخفض فيها طيب هنا يتبادر كذلك سؤال ما هو ارتباط المستوى المعيشي المنخفض بقلة السكان طبيعي لما يكون هناك مستوى معيشي منخفض وعدد السكان محدود يضطر كثير من السكان الانتقال إلى ممكن دول أخرى بحثا عن مستوى معيشي أعلى كذلك يكون الإقبال على مالطة طليل لأن مستوى المعيشي في الأساس هو منخفض إذا لما يقول عليلي تعتبر مالطة أقل الدول سكانا نرجعه إلى أن المستوى المعيشي منخفض فيها ننتقل بعد ذلك إلى الخصائص البشرية الجزء الرابع يهمني أن أعرف عدد اللغات اللغة السائدة الدين الرئيس في الاتحاد الأوروبي نسبة من يدينون بالإسلام نسبة سكان أوروبا الذين يستطيعون القراءة والكتابة جزعتها إلى خمسة أجزاء حتى يسهل الوصول إلى المعلومة بشكل أسهل وأكثر ثباتا مثلا عدد اللغات ناخذها بالأرقام عدد اللغات 23 لغة رسمية موجودة في الاتحاد الأوروبي إذن نتفق على العدد لكن اللغة السائدة هي اللغة الإنجليزية وعندما أعرضت سؤال في التساؤلات ما هي اللغة السائدة في الاتحاد الأوروبي نجد أنها هي اللغة الإنجليزية الآن أجبنا على الجزء الأول من السؤال في التساؤلات الدين الرئيس في الاتحاد الأوروبي هو الدين المسيحي نسبة من يدينون بالإسلام 5% نسبة سكان أوروبا الذين يستطيعون القراءة والكتابة تقريبا 90% وهي تعتبر من أكثر الشعوب الذين يهتمون بالعلم بنسبة كبيرة تبلغ 90% فهذا الجواب على التساؤل الثاني هذا ما يتعلق بالخصائص البشرية كذلك أنتقل بعد ذلك إلى الاقتصاد لكن قبل أن نتوجه إلى الاقتصاد ونتكلم عنه نسترجع بسرعة المعلومات السابقة تكلمنا عن عدد السكان وقلنا عن عدد الإجمالي ما يقارب من 520 مليون نسمة انتقلنا بعد ذلك إلى تكلمنا عن أكثر دول الاتحاد الأوروبي عددا بالسكان وعرفنا أنها ألمانيا بعدد سكان أكثر من 80 مليون وعرفنا الدولة الأقل في الاتحاد الأوروبي وهي مالطا عددهم أقل من نصف مليون وسبب ذلك انخفاض المستوى المعيشي بعد ذلك ننتقل إلى الاقتصاد في الاقتصاد نلاحظ يعد الاتحاد الأوروبي أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم في الوقت الحاضر وأكثرها اكتمالا من حيث مراحل التطور والنضج لما تكون هناك دول تحمل تطور ونضج ينتج عنه عمل كبير جدا لأن النضج يؤدي إلى حسن التخطيط يؤدي إلى تقييم الأعمال يؤدي إلى نتائج مرتفعة كذلك التكتل الأوروبي يحقق سنويا حجم تجارة خارجية يصل في المتوسط إلى نحو 1150 مليار دولار أي يستحوذ على ثلث التجارة العالمية وللفائدة كذلك المليار الواحد مليار دولار واحد هو كم يحمل من مليون؟ يحمل ما يقارب من ألف مليون في المليار الواحد لدينا الآن رقم كبير 1150 مليار دولار المليار الواحد فقط هو ألف مليون عدد أصفارة تسعة أصفار إذا كان المليون ست أصفار فالمليار هو تسعة أصفار بعد ذلك ننتقل إلى جزئية مهمة جدا في درسنا اليوم يعتبر طبعا هذه مقولة تردد عن الاتحاد الأوروبي يعتبر الاتحاد الأوروبي من أنجح وأكبر وأول التكتلات الاقتصادية إذن ثلاث صفات رئيسة أنجح وأكبر وأول التكتلات الاقتصادية هذه المقولة هي صحيحة لم يكن الرد بأنها صحيحة لمجرد أنها صحيحة ولكن بتحليل النتائج الذي جعل منها هي الأكبر والأنجح والأول في التكتلات الاقتصادية نلاحظ من خلال ذلك نلاحظ النتائج يمتلك التكتل الاقتصادي الأوروبي أكبر دخل قومي في العالم حيث يزيد هذا الدخل على سبعة ألاف مليار اثنين يعد التكتل الاقتصادي الأوروبي أكبر سوق داخلي رقم ثلاثة يمثل هذا التكتل انتاجية يعني انتاج كبير وعلمية مستوى علمي عالي جدا وتكنولوجية تقدم مذهل في التكنولوجيا ومالية من خلال المصارف وكذلك اقتصادية هائلة تخيلوا هذه النقاط انتاجية وعلمية وتكنولوجية ومالية واقتصادية خمس نقاط هامة أدت إلى أنها تكون ذات قوة هائلة بذلك أكملت جميع مراحل التكامل الاقتصادي في العالم وأكبرها وأولها هذا تحليل النتائج يثبت لنا مقولة يعتبر الاتحاد الأوروبي من أنجح وأكبر وأول التكتلات الاقتصادية حللنا النتائج فوجدنا أن النتيجة والعبارة صحيحة ننتقل بعد ذلك إلى جزئية أخرى في الاقتصاد مهمة وهو تقويم المرحلة استعرضنا قبل قليل المقولة بينها الأكثر انتاج والأكثر نجاح وارجعناها إلى النتائج التي تحققت حلل نتائج هذا الاتحاد لإثبات مقولة يعتبر الاتحاد الأوروبي من أنجح وأكبر وأول التكتلات الاقتصادية ذكرناها الثلاث نقاط الرئيسية للفائدة نسترجعها رقم واحد يمتلك التكتل الاقتصادي الأوروبي أكبر دخل قومي في العالم حيث يزيد هذا الدخل على سبعة ألاف مليار ثانين النتيجة الثانية من هذا التكتل يعد التكتل الاقتصادي الأوروبي أكبر سوق داخلي جميع المنتجات موجودة فيه سواء الآلات الأولية أو الآلات المتحولة الآلات الحديثة جميع البضائق يمثل قوة انتاجية وعلمية وتكنولوجية ومالية واقتصادية هائلة لذلك هذه المقولة صحيحة ننتقل بعد ذلك إلى نقطة وجزئية مهمة في آخر درسنا ويشمل إنتاج الاتحاد من السلع المصنعة نركز سلع مصنعة ترتكز على ثلاث سلع مصنعة رئيسية واحد السيارات رقم اثنين الآلات نتكلم عن الآلات الحديثة جدا ثلاثة والفولاذ ثلاث سلع مصنعة مهمة ويتم تصديرها لدول كثيرة تدر أموال هائلة للاتحاد الأوروبي السيارات والآلات والفولاذ وتشغل صناعة الخدمات كالصناعة المصرفية طبعا الصناعة المصرفية قصد فيها البنوك والنواحي المالية والرعاية الصحية أهمية متزايدة كما تنتج أراضيها الزراعية الشاسعة ذات التربة الخصبة نحن نتكلم عن السهل الأوروبي العظيم بخضاره وبتنوع جميع منتجاته وغاباته كذلك فالتربة الخصبة الشاسعة أدى إلى وجود كثير من المحصولات الزراعية وليست فقط محصولات زراعية وإنما متنوية هذا ما يتعلق بالاقتصاد الأوروبي نأخذ التطبيق التطبيق يبلغ تعداد الاتحاد الأوروبي فراغ نسمة ذكرناها بإمكانكم استرجاعها عدد اللغات الرسمية في الاتحاد الأوروبي يبلغ كم لغة؟ ذكرنا مجموعة من اللغات كذلك بإمكانكم استرجاعها من صناعة الخدمات في الاتحاد الأوروبي الصناعة ركزوا صناعة الخدمات بتلاحظونها لما تسترجعونها وأنا متأكد أنكم بتجاوبون عليها علل يشهد سكان الاتحاد الأوروبي نموا بطيئا مقارنة بسكان العالم وذكرنا نقطتين رئيسيتين وأكيد أنكم عارفينها بأقل دولة في الاتحاد الأوروبي هي مالطة بأقل من نصف مليون نسمة ما هو سبب قلة السكان لديها؟ أكيد عندكم الجواب وعرفنا ما هو السبب من خلال المخطط الذي أمامك املأ الفراغات بما يناسبها نتكلم عن إنتاج الاتحاد الأوروبي من السنع المصنعة وذكرناها وأكيد عندكم خلفية عنها بذلك حققنا الأهداف التي نريد الوصول لها وهي الخمسة أهداف رئيسية كما تشاهدون ونغلق درسنا بدرس قادم بإذن الله نتكلم فيه هي أكبر بلد في العالم من حيث المساحة نتناولها في الدرس القادم بإذن الله ختاما لا ننسى حل أسئلة التقويم لكم الشكري وتقديري على إنصاتكم واهتمامكم معكم المشرفة التربوية نيرا الجبر شكرا